نتابع سير عملية التطايم من جدة مع الزميل سلطان السلمي أهلا بك سلطان كيف تسير عملية التطايم في مركز جدة خاصة مع هذا الإقبال الواسع على المشاركة في هذه الحملة أهلا محمد أهلا بكم مشاهدينا حتى هذه اللحظة بلغت أعداد المستفيدين من الجرعة الأولى للقاح فايروس كورونا هنا في مركز اللقاحات بجدة تجاوزت الخمسة وخمسين ألف مستفيد بين مواطن ومقيم كذلك جاري العمل على مرحلة التوسيع الثانية هنا في مركز اللقاحات بجدة وذلك بسعة ثلاثمائة سرير أيضا بحسب المصادر الخاصة لنا بأنه بأنه موعد وصول لقاح فايروس كورونا الجديد إكسفورد إلى السعودية واعتماده وبدأ العمل عليه في مراكز اللقاحات الثلاث خلال عشرة الأيام القادمة سوف يتم العمل على هذا اللقاح كذلك بحسب المصادر أشارت أنه خلال الثلاثة أشهر القادمة وذلك تزامنا مع قرار فتح الطيران الدولي للسعودي للسفر الخارج السعودية والعودة إليها سوف تكون نسبة المستفيدين سبعين في المائة من المواطنين أتى هذه النسبة بحسب المصادر سنادا إلى القرارات والإجراءات التي يتم العمل عليها من قبل الجهات الصحية واللهيئات وكذلك القطاعات الأخرى المعنية في حملة تطعيم أو تحصين فيروس كورونا نتحدث عن انتشار كبير سوف يكون في مدن ومحافظات ومناطق المملكة من خلال مراكز اللقاحات وكذلك مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات وكذلك وصولا إلى منازل السعوديين والمقيمين الذين لا يستطيعون الوصول إلى مراكز اللقاحات في المدن أو محافظات القاطنين فيها أيضا نتحدث أن هناك عمل كبير سوف يتم أو تتشين مركز رابع بعد تتشين مركز الرياض ومدينة جدة والدمام سوف يتم تتشين مركز اللقاحات في المدينة المنورة كل هذه الإجراءات سوف يتم العمل عليها خلال الأيام القادمة كذلك وصول لقاح إكسفورد إلى السعودية والعمل عليها خلال الأشرة أيام القادمة سوف يصل بجرعات كبيرة جدا وصولا إلى كافة المواطني كذلك هناك اعتمادات للقاحات أخرى سوف بعد اعتمادها من قبل هيئة الدواء والغذاء السعودية سوف يتم بدأ العمل فيها في كافة مناطق السعودية لكن الخبر المهم أو المعلومة المهمة هي أن خلال ثلاثة أشهر القادمة سوف يتم الاستفادة أو نسبة الاستفادة من الجرعات السعودية الجرع الأولى والجرع الثانية سبعين في المئة من المواطني كذلك بحسب المصادر التي أشارت لنا وأكدت لنا أن خلال يوم الأحد القادم سوف تصل نسبة المستفيدين من الجرعاتين في السعودية إلى ثلاثمائة ألف مواطن ومقيم جسبة كبيرة في البدايات سلطان السلمي مراسل العربية من جد شكرا جزيلا لك